السلام عليكم و اهلا بكم محمد الكورشي شركة البليل. النهاردة نتكلم على حاجة مهمة شوية. كنا اتكلمنا عليها قبل كده. شهر العقارات في تركيه بالتقصيد. احنا قلنا شوية يعني ملاحظات كده قلناها وبعدين قلنا في فيديو تاني. اه النصائح عامة فقلنا من ضمن النصائح ديت. انت قام تشتري حاجة تحت الانشاء. اللي عادة على السمار فيها بيبقى افضل من لما تشتري حاجة تم انشاءها. طيب ازاي يعني انه فاضل بين الاتنين. يعني انت في الاخر ما انت عايز تكسب. فبالتالي عايز تشير حاجة تحت الانشاء. وعايز ما يبقاش فيه لقدر الله اي مساحة ليه ومخاطرة. نعمل ايه? بص خلينا اكلمت بالبلد ايه انا محمد الكورشي لو انا ما عايشت لما مبلغ قليل جدا وعايشت اشتري عقار اه ومش عايزة خاطر لا ما تشتريش تحت الانشاء واشتريش بالتقصيد وتوكر على الله اشتريش ايه تكوات فيه. او بالتقصيد لو طبعا لو تستريم العقار فوري وبعد انت ايه? اه تقصد. ده طبعا ممكن يعني. انك ما اشتري حاجة لسه ما تبنيتش. وادفع فيها فلوس. انا عايش اللي الفلوس دي انا وجهة نظري. مش هابا متحمس. طيب طب انت لأ انت عايش تاخد القرار وتشتري بالتقصيد. علشان يبقى فيه عائد على الاستثمار حلو. ليه يا شوية حاجات بقى بقولك عليها يعني. اول حاجة تسأل نفسك انت بتشتري من مين? من الشركة المطورة? من المطور العقاري? فانا مثلا محمد لو انا هشتري من الشركات التابعة للدولة هنا في تركيا. عملك كنوت اه كبتاش توكي. هابقى مستريح مية في المية. بصراحة. يعني شركة الدولة يعني هي اصل هي اتأقد شوية مقبول يعني. طيب لو مش شركة الدولة وشركة خاصة لازم هتأكد من من وضعها. اسأل عليها في الغرفة التجارية مسلا عاملة لا قدر الله عاملة عفلاس ولا لأ شغالة ولا لأ. اه المشروعات اللي عملتها قبل كده. ايه سمعتها مستوى تشطيبها? واخد بال حضرتك. فده ده دي نمرة واحد. لما انت بتسأل نفسك مين الشركة اللي انت بتشتري منه. طيب نمرة اتنين حاجة بالبلدي. انا انا هعمل كده. بالبلدي كده ببساطة جدا. اول رايل ده بيقول لي المشروع ده اه بعد ستة شهور. هاخد بعض كده وروح رايح هشوف. اه اه حجم الانشآت توصل لحد فين. اه فانا مبدأ يشطف في الوجيه ولا لأ. في ناس شغالة ولا فيش شغالة. فيه انشآت شغالة. فيه عمال فيه بتاع. فاتأكد والله ان صح لا ده كلام تمام. لكن لما يجي يقول لي ده بعد ستة شهور اروح الاقي مثلا لسه العظم. ولا حتى مفيش عظم. ولا لسه بيكمل في بيت العظم. وما فيش حد شغال. انا من حق اعلى. تمام? طيب. نمرة ثلاثة. انت لازم تسأل نفسك انت بتشتري في انا مرحلة. وخاصة لما تكون برة تركيا. يعني لسه هو هنبدأ هنبدأ الانشآت والحفرة والتاع. بس احنا معنا ترخيص معتمد من الدولة. البلدية يعني. وقال لأ دي احنا عدينا المرحلة دي. وبدأنا كمان والعظم طلع وخدنا طابو ارتفاق اللي هو سند الملكية المبدأ. وقال لده الخلاصي عمي بيشطابه وخلاص بدأه في تشطابات الوجاية والتشطابات الداخلية خلاص على وشك. دي دي تسأل نفسك يعني. ليه? انا مسلا محمد القرشي مش هشتري عقار بالتقسيط لسه الترخيص ما طلعش. مش هعمل كده. ده نمرة واحد. يعني مش هشتري زي ما يقوله يعني سمك في مية يعني. طب الترخيص ده لأ. دي مرحلة. معدل الامان فيها مش عالي قوي. بس في الاخير خلاص بقى فيه ترخيص معتمد من الدولة. بيقول ان في انا بلوك بلوك ده فيه شقق شقة دي نمرسين وشقة دي صاد وعين وهكذا. اللي افضل منه ان يكون العظم موجود يكون في طابو ارتفاق اللي هو الطابو المبدأي اللي هو سند الملكية المبدأي. اللي افضل من الاتنين اللي فاتوا دول اللي انت تبقى شايف بنفسك العظم خلص وبدأه التشطابات النهائية. فيبقى في الاخر يعني انت شايف المشروع او بيتحرك يعني. يعني خلاص فاضله يعني اشهر يعني. يمكن هنا العادة على استثمار ما هواش هيكون افضل زي لما يكون مسلا في مرحلة اللي قبلها او اللي قبلها ولكن خليني انا انا من الناس اللي بيتابعوا يعني ايه درق المفسدة مقدم على جلب المنفع. خلينا بقى نستخدم ايه مصدرحات بتاعت الجماعة الافاضل دول. فيبقى انت يا عم اكسب يعني شواء صغرين بس يتحافظ على فلوسك اكتر ما يبقى في احتمال تكسب كتير بس المقاطرة كتير. وده يا فرحية وجهة نظر. النهاردة انا مش بكلمك على معلومات. انا بكلمك على وجهة نظر يا الشخصين. طيب نعم ربعة اللي هاختم بها اللي لو سمحت يكون ده من خلال شركة عقارات اه معروفة ثقة هي اللي بتدير الصفقة دي بينك وبين الشركة الملكة. ده ضروري بصراحة. هي تبقى اقدر على على تقييم الشركة اقدر على اطلاع على العقد اللي هيكون بينك وبين الشركة الملكة. لان خلي بالك بعض بعض العقود بعض اربعتاشر يوم غير قابلة للرد. يعني انت بقى تروح تبيع لحد. او اخي بقى لحضرتك ممكن يكون لما ترجع يبقى لازم مسلا تخسر مسلا تكون مسلا ده خمساشر في المية ويكون مكتوب في العقد. اللي انت لو رجع هتتنزع الخمسة وعشرين من قمت العقد. حاجات كتير يعني. تأكد ان التقسيد بالدولار ولا بالليرة. وانت طبعا عارفين موقفي من موضوع التقسيد بالدولار يعني. فدي حاجات مهمة لو انت ناوي تشتري بالتقسيد. نعم سمعت خلي بالك خلي بالك منه. بنا سبحانه وتعالى يلهمك الرجد والصوات ويوفقك ويباريك ويوريك لك في آآ رزقك ومالك. اهلا بيك. ترجمة نانسي قنقر